استؤنفت اليوم جلسة محاكمة المتهمين بقضية التمويل الخفي للحملة الانتخابية للرئيس المخلوع عبدالعزيز بوتفليقة بمجلس قضاء الجزائر أين ركز القاضي في جلسته على الأموال المنهوبة مصادرها وكذلك الحسابات التي يملكها كل من المتهمين شايد حمود علي حداد وعلوان عبدالقادر المعلني عنها والخفية القاضي ينادي للاستماع على أقوال حداد سعيد هو من كلفك أنا لست مسؤولا في الانتخابات هل لك علاقة بسك معزوز؟ لا كلمني سعيد وقال لي هناك أموال الحملة ولأسباب أمنية خبأهم في الشركة سعيد هو من كلفك؟ أنا لست مسؤولا في الانتخابات أتحدى أي شخص يأتي ويقول لي أنه أعطى لي أموالا كهدية النائب العام شايد يقول أنك من كلفته السيد شايد كان في الثورة مع بوتفليقة شايد يقول في 2004 عينني الرئيس كيف لسيناتور منذ 20 سنة أنا من أكلفه النائب العام أنت صرفت 6 ملايير ونصف في الحملة من كلفك؟ سعيد هو من كلفني المحامون أخبروني أن أموال الحملة الانتخابية قامت دارك الوطني بأخذها إذن في انتظار ما ستسفر عنه جلسة اليوم الرابع من المحاكمة مع أموال الفصول يوفيقنا ويوفيقنا